موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم في ميزان الأسرة على قناة جلديزات إلكترونية موضوع اليوم هو حقوق جبات الزوجين في قانون الأسرة الجزائري رتب الشارع الحكيم على عقد الزواج حقوق مشتركة بين الزوجين و حقوق للزوجة على زوجها و حقوقا للزوج على الزوجتها و بمرعاة هذه الحقوق و القيام بتلك الواجبات من طرف الزوجين تسير حياة الزوجية سيرا حسنا و تقوى تلك الرابطة الزوجية يستقر أمرها قال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي للنساء حقوق يقومن بها للأزواج و للرجال حقوق يقوم بها النساء بمقتضاء عقد الزواج هذه الحقوق كثيرة و متنوعة نستعرض أهمها فيما يلي الحقوق المشتركة بين الزوجين لدينا أولا المساكنة الشرعية بمعنى اجتماع الزوجة و الزوج في مسكن واحد و استمتاع كل واحد منهما بالآخر ما لم يوجد أي مانع شرعي عدنا ثانيا التوارث بين الزوجين حق فإذا مات أحد الزوجين و الزوجية قائمة و لث أحدهما الآخر عدنا ثالثا حسن المعاشرة أكيد أنه يجب على كل من الزوجين حسن و عمالة الآخر و ذلك بالتعاون على دفع الشر و جلب الخير و الإخلاص في القيام بالواجب الزوجي مع العطف و التسامح احترام الرأي و ما إلى ذلك مما تتطلبه الحياة الزوجية عدنا كذلك أو عدنا رابعا احترام كل من الزوجين لأهل الزوج الآخر إن احترام كل من الزوجين لأهل و أبوي الطرف الآخر هو حق مشترك بينهما لذلك يجب على كل من الزوجين أن يحترم أهل الزوج الآخر و يكرمهم يجلب لهم السرور و السعادة و يبتعد عن كل ما يسيء لهم عدنا في الأخير أو خامسا النسب و الذي هو حق مشترك بين الزوجين حقوق الزوجة على زوجها للزوجة على زوجها حقوق مالية مثل الصداق النفقة عندها كذلك حقوق غير مالية كالإحسان للزوجة عدم الإضرار بها العدل بين الزوجات في حالة التعدد و غيرها من الحقوق الغير مالية حقوق الزوج على الزوجتها و في القانون الأسراء الجزائري هي حقوق مالية تتعلق أساسا أو هي حقوق غير مالية تتعلق أساسا بحسن المعاملة العناية بالمسكن الزوجي رعاية الأولاد و هي في الحقيقة حقوق مشتركة بينهما هل يجب على الزوجة الانتقال إلى مسكن زوجها؟ لم يذكر المشترع الجزائري هذا الحق ولكن لما كان للزوجة حق السكن و كان السكن من مجتملات النفقة الذي يجب مراعته من الزوج هنا يعني أنه إذا كان عقد الزوج صحيحا و استوفت الزوجة عاجل صداقها و جب على الزوجة الانتقال معه إلى المسكن الذي يختاره و لا تمتنع عن مساكنته فيه باعتبار الاستمتاع بين الزوجين حق مشترك لهما باعتبار الاستمتاع بين الزوجين حق مشترك لهما هل هذا الحق هو حق مطلق؟ هو حق مقيد يشترط فيه لحل التمتع به عدم وجود مانع شرعي أو طبيعي مثل أن يكون الزوجين محرمان بالحج أو العمراء أو صائمين صياما واجبا أو كانت المرأة حائض أو نفاسة هل الزوجة غير مقيدة بزوجها للتصرف في مالها؟ إن تصرف الزوجة في مالها بحرية دون تدخل من الزوج يعتبر حقا من حقوقها فلها الاهلية الكاملة لمباشرة أعمالها وممارسة تجارتها ولها الاهلية كذلك أن تتصرف في مالها بالبيع والهيبة هل تحتفظ الزوجة باسمها العائلة بعد الزواج؟ لقد أعطى الإسلام الحق للزوجة في الاحتفاظ باسمها قبل الزواج فهذا الاسم أهم وأبرز ما يميز الزوجة عن غيرها فهو يشكل خاصية من خصائص شخصيتها إذلك يجب عليها أن تحتفظ باسمها العائلة وتمارس حياتها بهذا الاسم هل يجوز للزوج أن يجبر زوجته على تغيير اسمها العائلة؟ ليس للزوج أن يجبر زوجته على تغيير اسمها أو استخدام اسمه بدلاً من اسمها العائلة هنا نصل إليها في موضوعنا اليوم إلى اللقاء في موضوع آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة